السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا سوف أقدم اليكم اليوم تفسير رؤية العزاء في المنام رؤية إقامة عزاء لأحد الأشخاص المتوفيين في الحلم يكون مؤشرا على أن هذا الميت في دار الحق وينعم بالجنة رؤية أخذ العزاء في المنام في شخص متوفي دليل على الصبر الذي يتحلى به الرأي وسوف يتخلص من الهموم في وقت قريب وإذا رأى الشخص في الحلم أنه يأخذ عزاء أحد الأصدقاء وكان حي فهذا يدل على أنه شخص يتمتع بأخلاق حسنة رؤية أخذ العزاء في شخص حي فقد يكون مؤشرا للزواج في القريب قد يكون العزاء في منام المطلقة دليل على الأخبار السارة وتغير حياتها للأفضل وقد يدل العزاء في منام المرأة الأرملة على التخلص من الهموم وزوال جميع المشاكل رؤية العزاء بدون بكاء في الحلم يدل على الحظ السعي قد يدل رؤية عزاء الأب في الحلم على بر الوالدين من جانب الرأي تفسير رؤية العزاء للعزباء رؤية العزاء في منام الفتاة العزباء يدل على الأخبار السعيدة ورؤية الفتاة عزاءها في المنام يدل على الزواج في أقرب وقت ورؤية الفتاة أنها وقفة في عزاء دليل على الحظ السعيد ورؤية الفتاة أنها تقدم العزاء فهذا يدل على زوال الخلافات التي تمر بها يدل العزاء في منام العزباء على النجاح تفسير حلم العزاء للرجل في المنام العزاء في منام الرجل تدل على المكان الكبير التي هو فيها بالمجتمع العزاء يكون مؤشرا لزواج الرجل الأعزب ويدل العزاء في منام الرجل على الشفاء من المرض ويدل العزاء في منام الرجل المتزوج على تغير إيجابي في حياته وصاعة رسكه تفسير رؤية العزاء للمتزوجة العزاء في منام المتزوجة يكون بشرة بالحمل قد يكون العزاء دليل على انتهاء الخلافات الزوجية يدل العزاء في منام المتزوجة على الأخبار الصارة ويدل العزاء على تغير أحوال هذه المرأة للأفضل هي وأهل بيتها تفسير رؤية العزاء في المنام للمرأة الحامل يدل العزاء في منام الحامل على اقتراب موعد الولادة ويكون العزاء مؤشرا للمرور بولادة سهلة وميسرة رؤية العزاء في منام الحامل قد يكون دليل على تحقيق أمنياتها في نوع الجنين تفسير رؤية العزاء لشخص ميت حلم العزاء لشخص ميت من مدة قريبة حلم محمود لأنه يدل على حسن خاتمته وأيضا تدل الرؤية على الأعمال الصالحة للميت تفسير حلم الأكل في العزاء يدل حلم الأكل في العزاء على اقتراب الفرج وزوال الحزن والهم والغم رؤية طعام العزاء مع وجود بكاء يدل ذلك على هذا الحلم غير محمود لأنه يدل على المصائب تفسير رؤية العزاء مع البكاء الشديد رؤية العزاء والبكاء الشديد في الحلم يدل على التوتر وعدم الارتياح وشعوره بالخوف والقلق دائما كما دل ذلك الحلم على أشياء كثيرة غير محمودة ومنها الفشل في الحياة في مجال العمل أو الحياة الأسرية تفسير حلم لبس الأسود في العزاء رؤية الشخص أنه يرتدي لبس أسود في عزاء دل على أنه سوف يسمع خبر مفرح ويصره كثيرا ورؤية الشخص أنه في عزاء أحد ما ويرتدي اللون الأسود يدل ذلك أن هذا الشخص الميت كان في قرب شديد وأن الله سوف يرفع عنه هذا البلاء ويفق قربه تفسير حلم الدحك في العزاء إذا رأى الشخص أنه يضحك في العزاء دل على وقوع أخبار صر في حياته أشياء مفرحة سوف تحدث له وإذا رأى الشخص أنه في عزاء وأن هناك أشخاص كثيرون يبتسمون دل ذلك على سعادة هذا الشخص وأن الله سبحانه وتعالى سوف يبدل حياته من كل شيء سيء إلى الأفراح والسرور والحياة السعيدة تفسير رؤية العزاء للمطلقة في المنام إذا رأت المرأة المطلقة أنها في عزاء دل ذلك على أنها تعيش حياة مليئة بالاستقرار والأمان ورؤية المطلقة العزاء دليل على أن الله سبحانه وتعالى سوف يرزقها بزوج صالح في أجل قريب وليس بعيد ويعودها عن الألم والحزن الذي مرت به تفسير رؤية العزاء للشاب الأعزب رؤية الشاب الأعزب في منامه أنه في عزاء دل ذلك على أن الله سوف يرزقه زوج صالحة وحياة أسرية مستقرة وتدل رؤية الشاب الأعزب العزاء على أنه سوف ينال مكانة عالية ومرموكة في مجال عمله ويحظى بمركز ممتاز في هذا العمل وأيضا دل على نجاحه في هذا العمل وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة